الناس هتسألني كتير على حكام نهاء الكاس خلاص اتحاد الكورة اعلن ان الحكام اجانب وخلاص فيتر بيريرا تراجع عن موقفه ووافع لان يكون طاقم تحكيم هذا المباراة طاقم تحكيم اجنبي والناس ممكن تقول هل تم الاستقرار ولا لا في الكواليس تم الاستقرار تم الاستقرار على طاقم التحكيم ولكن هناك سرية شديدة جدا 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 على اعلان الاسماء في التوقيت الحالي النهاردة الحد الاسماء تم الاتفاق عليها الردود حصلت تذكر الطيران وكل حاجة تم ارسالها ولكن هناك سرية شديدة جدا عن اعلق او على اعلان اسماء الحكام في التوقيت الحالي لو تسألني ايه الافضل في المباراة حكم نهائي كاس العالم البولندي مارسنياك اللي اعضار مباراة الاهل وفرومنسي البرازيلي في نصف نهاية كاس العالم الأندية واللي سبق ليه قبل كده اضار مباراة بين الاهل وفرومنسي في الدوري اتمنى ما يجيش اتمنى ما يجيش لان احنا لما نقول حكم عالمي مش شرط يكون حكم فاينال كاس العالم على فكرة مش شرط يكون حكم فاينال كاس العالم حكم العالمي او الحكم الكبير من وجهة نظري من خلال متابعاتي لملف التحكيم سواء هنا في مصر او خارج مصر عندك قيمة حكام مختصرة في الاتحاد الاوروبي بيطلق علوم قيمة البروفيشنال اتمنى لما يجي حكم يجي من قيمة البروفيشنال وما يكونش سبع ليه قبل كده ادارة اي مباراة سواء في السعودية او في مصر حكم جديد يجي كده مش عارف الفرقين ينزل يلعب ويحكم دون اي صوابق معرفة باي فريق من الاخر داخل اجواء جديدة يحكم هذا اللقاء بشكل حيادي في ظل خلاص ان اخدنا قرار ما يكونش حكم مصري رغم ان خلاص كان تم الاستقرار لطاقم التحكيم المصري بقيادة محمد معروف زي ما قلنا هنا في برنامج التريند وكان تم اختار الطاقم بالكامل وتم ارسال تذاكر الطيران وتم كمان حجز التأشيرات كل حاجة كانت تمت خلاص وخلصت ولكن تراجع بريرا وخلاص طاقم حكام اجنبي مش عقول دي معلومة مش عقول دي وجهة نظر ولكن يعني دي معلومة بقول لحضراتكم بخصوص الحكام الاجانب ولكن اتمنى ما يكونش مارس نياك ما يكونش حكم قبل كده ادار للاهل والزمالك يكون حكم جديد فكرة بقى حكام انجليز مع كامل احترامي او حكام اسبان بصوا جماعة والله يعني انا مش عايزة بس اقول لنا في صف التحكيم المصري انا فعلا في صف التحكيم المصري ولكن الدور الانجليزي دايما في مشاكل ودايما مشاكل الدور الانجليزي في الفرطة حديدا كتير قوي الدور الاسباني مبارح هو شايفين مطش ريال مادريد خناء بعد المطش خناء بعد المطش وبين ريال مادريد وفالنسيا مع الحكم اللي صفر في نهاية المباراة وقرى عرضية وجاد جون بس صفر قبل القرى ما تدخل الشباك وحصل الخناء ومشاكل كبيرة وفيه لعيف في الريال ممكن توقف له الفترة الجاية مطشين تلاتة بعد ما دفع حكم المباراة فالمشاكل كتيرة وموجودة في كل الدوريات ولكن الحكم اللي ييجي اتمنى يكون حكم صغار في السن حكم ليخطر بدنية عالية حكم الاتحاد الأوروبي بيعتمد عليه في المباراة الكبيرة في دور الأبطال وكمان من الحكام البروفيشنال اللي موجودين في قائمة الويفا في السنة الأخيرة